أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول هل الترذي خاص بصحابة رضي الله عنهم بمعنى أنه لا يجوز أن أقول لغير الصحابة رضي الله عنه على صفة الاستمرار وكذلك الصلاة والسلام على غير الأنبياء كأن أقول إن أبي عليه الصلاة والسلام مثلا أما أنه يترذي عن غير الصحابة يجوز والصلاة على غير الرسول يجوز لكن بصفة غير دائمة ما يتخذ شعار ما يتخذ شعار مثل ما اتخذ الشيعة على علي وعلى غيره من أئمتهم يقولون عليه السلام هذا شعار لهم أما أنك بعض الأحيان تقول رضي الله عن فلان الإمام أحمد رضي الله عنه مالك وحنيفة من أئمة الإسلام تقول رضي الله عنه لا بس ما لم يتخذ شعار بكل ما ذكرته تقول رضي الله عنه هذا ما يكون إلا للصحابة ولا تقول صلى الله عليه وسلم دائما إنما في بعض الأحيان هذا خاص بالرسول دائما نعم